كما شعر البعض بأن كل الناس كانوا يظهرون تفاهم للقضية السورية تفاهم لظلم النظام تفاهم لتبجح النظام تفاهم لأن بشار الأسد كان يحاول أن يختبئ وراء مصطلحات الإرهاب وغير الإرهاب هذا الكلام أو هذه التوافقية إذا صحات أن يتحدث الإيطالي مثل الألماني مثل الفرنسي مثل الأمريكي في اتجاه واحد أنا أقول هذا لم يكن أو لم يأتي عن عبث وليس في السياسة شيء يأتي بالمصادفة أو يأتي عن عبث هذا كان جزء من تخطيط وجزء من برنامج يجب أن نستقبله بأذن واعية بعقل مفتوح لماذا فعلوا هذا ونحن ندرك أنهم يراقبون أمامهم المشهد المعارضة السورية التي ذهبت إلى جينيف ذهبت على مضض ذهبت على كره من كثير من السوريين ذهبت وخلفت وراءها انقسامات على أكثر من مستوى في المجلس الوطني وفي الإتلاف الوطني وفي غير الإتلاف الوطني فكانت الاستراتيجية أنه لا بد من دغدغة المشاعر بالكلمات المطمئنة أو الطيبة نوع من الغزل كإذا صحت العبارة الذي يعطي هذه المعارضة إحساس بالاسترخاء إحساس بأنهم انتصروا بأنهم قد استطاعوا أن يحققوا شيئا هذا الاسترخاء سيفيد اليوم وفيما بعد اليوم وهذا الذي أريد أن أحذر منه إلى أن يستخبلوا وخز الإبر بطريقة تعين الإبراهيمي وتعين بانكيمون على تمرير مخططهم أنا شخصيا لا أثق بالأخضر الإبراهيمي وأنا شخصيا أعتبر أن الأخضر الإبراهيمي يعمل منذ البداية كما عمل في العراق وكما عمل في لبنان يعمل في البداية لمخطط ليس لمصلحة الشعب السوري ما رفض أن يقوم به كوفي عنان قبل أن يقوم به مع الأسف الأخضر الإبراهيمي اليوم أنا بالأمس كنت أسمع إلى السيد الأخضر الإبراهيمي يتحدث عن مشروع قال إعادة بناء الثقة بين من ومن تريد إعادة بناء الثقة يقول خطوات لإعادة بناء الثقة يعني هو الآن سيدخلنا في استراتيجية النأمة نأمة والخطوة خطوة والذرة ذرة واللقمة لقمة والأرض البارحة عندنا في سوريا وأنا أقول هذا لكل أبناء الشعب السوري العرس كما يقولون في سويسرا في مونترو أو في جينيف قال إجرت الليلة في الفندق أربعمائة دولار أنا اليوم كنت أقرأ وفي سوريا عندنا ستة وتسعون قتيلة ما أبدأ المئة أنا عادت بستعمل التقريب اللي بنستعمله في الرياضيات بقول مئة لكن حتى يكون الرقم منضبطا ستة وتسعين قتيلا هؤلاء يشتركوا في حمل وزر ذمهم كل الذين الآن يجلسون على الكراسي وأنا أريد أن أتكلم بصراحة أكثر وأنا أتي إلى هنا فقط لأخاطب الشعب السوري لأنني أنتمي إلى هذه الثورة وإلى هذا الشعب وأتكلم من هذا الموقع طيب هناك ناس الآن ذهبوا إلى جينيف مشغولين بجينيف وهذا كان خيارهم اللي ما رحوا إلى جينيف ماذا يفعلون أليس من حقنا أن نسأل هذا السؤال القوى السياسية سواء كانت على مستوى الإتلاف الوطني أو المجلس الوطني أو كل الجماعات والمجموعات والمنظمات والهيئات والأحزاب ولا أستثني أحدا رفضوا أن يذهبوا إلى جينيف طيب شكرا موقفهم مقدر ومفهوم ماذا يفعلون نحن البارحة مضى اليوم على 96 إنسانا رأيت الطفلة التي أخرجوها من تحت الأنقاض وهي ما تزال يعني حية بحمد الله هذه الحالات هذا الموت إذن الآن الإبراهيمي يأخذنا في قطار برنامج إعادة الثقة هل سيجد هذا أنا لا أستطيع أن أحكم على أن هؤلاء الذين في جينيف سيقبلون سأنتظر إلى الغد أو بعد الغد ماذا يعني إعادة الثقة المشكلات في سوريا كثيرة من رغيف الخبز إلى قطرة الدواء إلى حلب وحرستة والدانة ودرعة وحمص كل هذه المشكلات تحلها ليس الجالسين في الجينيف على حساب أموال المانحين تحلها هيئة الحكم الانتقالية التي يجب أن يصير إليها الأمر هذه هيئة الحكم الانتقالية إذا قالوا بثلاثة أيام أنا أقول كثير ربما ننتجها بأربعة وعشرين ساعة إذا كانوا جدين أنا أعرف أن الناس يقولون أنت تبالغا لا إذا كان هناك جدية وكان هناك مصداقية كل المشاكل صعبة وعسيرة ويمكن أن تأخذ وقت في علاجها لكن المشكلة التي تحل كل المشاكل هي الهيئة وهذه الهيئة عندما تأتي متوافقة عليها بين أبناء الشعب السوري وأنا لا أريد أن أقول نظام ومعارضة لأنني عندما أتحدث عن أبناء الشعب السوري أنا لا أريد أن أتحدث لا عن طوائف ولا عن فئات ولا عن ملل ولا عن نحل ولا عن أقوام أنا أتحدث عن شعب واحد موحد أتحدث عن مجتمع مدني واحد موحد يشكل قيادة جديدة لا تقوم على أساس الانقلاب العسكري الذي قامت عليه كل وإنما قيادة الآن تكون مرتكز قوتة نقطة قوتة الأساسية هو قوة البراء الدفع الدولي الذي يدعمها ويساندها ويحميها عندما تتشكل هيئة الحكم الانتقالية بطريقة متوازنة تعبر عن الجميع تحمي حقوق الجميع تنتصر للجميع تفكر بسورية كسورية وليس كقطع عندئذ كل هذه المشكلات التي يريد أن يركبنا في قطار حلها السيد الأخضر الإبراهيمي الذي يعافثنا ويريد أن يضيع مصالحنا يمكن أن تحل بسنة معلش بسنتين معلش كل هذه المشكلات مشكلات العدالة الانتقالية مشكلات الدواء مشكلات الغذاء مشكلات التعليم كل هذه المشكلات مشكلات المعتقلين لأن اليوم عندما قالوا برنامج القطعة قطعة قال أيضا يعني الآن بدخلوا في مشكلة المشاكل الحقوقية وأنا أتكلم من ألم يعني إيش؟ الآن بتفاوضوا يطلعون 200 معتقال ولا 300 معتقال ولا يلحقون الناس اللي تموتوا من الجوع والعطش يعني إيش هذه سيتحول المؤتمر أخي نبيل إلى مهزلة مهزلة حقيقية بكل أبعاد الكلمة يجب أن يكون هناك موقف صارب أعجبني أنا وليد المعلم أعجبك فيه شيء من هو إلى بكرة إذا ما عجب الشغل بيمشي واللعنة على الكاذب لا بس ما رح يمشي أنا أقول اللعنة على الكاذب ما رح يمشي أنا أقول لك أنا أقول اللعنة على الكاذب هو قال للسبت إذا ما عجبنا الوضع بدنا نمشي هذا كلام جميل وأنا أتمنى الجربة أن يقول كذلك وأن لا يكون هذا مجرد تهديد أو مجرد مراوغة نعم نحن جئنا إلى هنا جادين في البحث عن حل سياسي بـ 48 ساعة لم نلمس الجدية نرجع نعم ننتهي وليست القضية أننا دخلنا في نفق دخلنا في متاهة دخلنا في سرداب لا ندري متى نخرج منه والدم يسيل والشعب السوري يقتل والذين يعيشون في مخيماتهم في الآن نحن يعني مرت موجة من موجات الشتاء والآن شوي الجو تماسك لكن الشتاء نحن في أوله نحن الآن ما نزال في أربعينية الشتاء يعني الأربعينية ستنتهي ويأتينا بعدها كما نقول بلغتنا السعودات وسعد الذابع وسعد البلع وسعد المشعرف وكل هذا هؤلاء الناس الذين يعيشون موتا في مخيماتهم إذن يجب أن يكون هناك كلام من وزن كلام وليد المعلم جميل أنا أحب أن أقول الكلمة الفصل جميلة جميلة نعم والجربة يجب أن لا يكون أقل صرامة من وليد المعلم معلش لسه بتهوة خلي الجربة يعطيه من الأحد إذا ما وجدنا مصداقية إذا ما وجدنا جدية والمصداقية والجدية أن يجلس الناس ويقولوا نحن عندنا سبت أحد من سيحكم سوريا يوم الاثنين هذا هو الكلام ولهذا جئنا والذي سيحكم سوريا يوم الاثنين سنسأله نحن هنا مرة ثانية ماذا ستقدم لنا يوم الثلاثاء هذا هو طبيعة العمل أما والله على مدارات زهن السيد الأخضر الإبراهيمي على طريقة أوسلو للآن الناس بتروح وتجيه وهذا كيري رايح جاي إلى فلسطين والضف الغربي ويشتغلوا الجماعة خارطة الطريق والرباعية والسباعية والثوانية وهذه قضية ما تنتهي هنا هذا سوريا دولة ووطن وشعب مستباع يجب أن تتوقف هذه القضية لذلك أنا أتحدث اليوم عن أننا يجب أن نرى الجدية والمصداقية اعتبارا من اليوم من اللقاء الذي سيكون اليوم وإذا كان كما قال وليد المعلم جميل جميل من هو قال للسبت أنا سأقول للسيد الجربة مع كل الاحترام أنا أحترم جميع الناس ولا أتكلم إلا إذا لا يعطيهم فرصة للأحد يا سيدي قل لهم نحن خلال 48 ساعة وليست المشكلة أنا الآن هم بعض بعض الناس الذين ذهمون إلا هناك أقرأ أحيانا كتاباتهم وتغريداتهم أنه والله من صافح ولا ما من صافح اللي بقرر أنه يضجع ما هو السؤال بتضجع على اليمين ولا بتضجع على اليسار من صافح ولا ما من صافح أم نقعد بغرفة وحدة أم نقعد بغرفتين يعني هذه قضايا الحقيقة مثل السؤال عن دم البراغيذ بعد ما أنت قررت أن تذهب وقررت أن تفاود وقررت أن تحاور أصبح الحديث عن هذه القضايا من الحديث عن الصغائر نجلس في غرفة واحدة وجها لوجه كلمة أمام كلمة وفي جدية ومصداقية للانتقال من الذي سيحكم سوريا يوم الاثنين نشتغل ما في جدية ومصداقية على هذا الكلام نشوف طريقة ثانية وهذا الذي يجب أن يقال في هذا الميلان ما رأيك بما نشرته جريدة العرب الدولية في لندن لما قالت مؤتمر جينيب هو محاكمة علنية لبشار الأسد يعني هذه القراءة سيدي يمكن أن تقرأ تقرأ بهذه الطريقة وكما قلت لك كل فريق يمكن أن يقرأ الواقعة بطريقة وهناك حديث حصل بين سعود الفيصل وكاري يبدو أنه إذا لم يصار إلى الهيئة وربما يصار إلى التحرك آخر التحرك عسكري يعني الحديث الآن طبعا المحللين الأمريكيين يستبعدون أن أمريكا التي صبرت كل هذا الصبر وتلكأت كل هذا التلك وترددت كل هذا التردد يعني إذا كانت تتكلم بهذه اللهجة فهي تتكلم بلهجة يعني تسويفية كما يقولون ما حصل في كما قلت في جينيف كان عبارة عن مهرجان خطابي للكلمات التي لا ينبني عليها شيء مع الأسف أنت تقول لي كانت محاكمة لبشار الأسد أنا أعطيك الآن خبر وخبر يعني مزعج أن الاتحاد الأوروبي وزعيمته السيدة آشتون أنا لا أدري من أين أتوا بهذه بعض الناس قال يعني كان ما عندها شغل يشغلوها فهي جلست مع وليد المعلم في لقاء حتى الآن لم يفهم واللقاء بين آشتون ووليد المعلم له دلالة خطيرة بالنسبة للثورة السورية والشعب السوري والمعارضة السورية هذا اعتراف على مجرمي حرب فعندما وليد المعلم بوصفه وزير خارجية بشار الأسد هو اعتراف على نظام جريمي على مجرم حرب يعني ليس هناك معنى أن تصف إنسان بلحظة أنه مجرم حرب وتعامله كسياسي في لحظة أخرى ربما هي تتكلم مع المعلم حول مصر بشار الأسد يعني مهما كان لغة الحديث الأصل أنه ليس هناك و هذا ليأتوقع أنه ليس هناك حديث بين الاتحاد الأوروبي وأنت سمعت وليد المقداد لما جاء بعض أو كما زعمه أن بعض المقداد فيصل فيصل للمقداد عندما زعم بأن بعض المسؤولين الأمنيين من أوروبا يأتون إلى سوريا جعل منها قضية وبنى عليها قصورا وعلالي إذن نحن الآن عندما نريد أن نقوم ما يجري هناك ندرك أن هناك اللعبة تجري على المعارضة السورية الذين ذهبوا إلى هناك من المعارضين السوريين وأنا من أول لحظة لا أقف لا معهم بيبي ولست مخطئا لهم أنه لم يرتكبوا خطئا ولم يرتكبوا خيانا معك أشتن ما هي استراتيجية للأوروبيين في جينيف شو هي استراتيجيتهم استراتيجية الأوروبيين في جينيف كما هو واضح كما قلت لك بأنهم الآن يريدون أن يدخلوا سوريا في دوامة من المطالب الحقوقية والله واللاجئين في المكان الفلاني والغريب إذا لحظت معي الدكتور نبيل الآن المشكلة السورية أنا لا أحب أن أتحدث عن مشكلات مناطقية أو فئوية يعني ما يجوز أن يقع مواطن سوري أو ثوري سوري أو معبر عن الثورة السورية في منطق أن يدافع عن فئة أو عن بلدة والله مشكلة معلولة فرزوا مشكلة معلولة أو مشكلة المسيحيين مشكلة مخيم اليار موك مشكلة حمص مشكلة حلب مشكلة الأقل نحن نتحدث عن مشكلة دولة ووطن وشعب هذه دولة واحدة ووطن واحد وشعب واحد الظلم الذي يقع على أي مواطن مهما كان انتماؤه يقع علينا جميعا ويجب أن ننتصر له جميعا يعني أنا لا أستحيي إذا وقع مو لا أستحيي أيضا لا أتوقف لحظة إذا وقع ظلم على أي مواطن سوري بأي ذرع من الذرائع الباطلة أن أقول هذا ظلم وهذا عدوان وهذا لا ينبغي أن يكون إذن استراتيجية الأوروبية الآن أن يدخلون في متاهات القضايا كما يسمونها هم الحقوقية يعني الآن في مخيمات جائعة طيب استفاضوا لكم شهر كيف بدكن تدخلوا الطعام للمناطق للجياع كيف بدكن تعمروا المدارس أو المستشفيات أو هذه القضية لا يجوز أن تنطلي على المعارضين سأقول أنا كما قلت دائما المشكلة التي نتجت عنها كل المشكلات بشار الأسد بشار الأسد هو وطاقمه هو المشكلة التي نبتت منها هو شجرة الشر التي نبتت منها كل هذه المشكلات نقطع شجرة الشر نغرس شجرة الخير التي يجب أن تتمثل بالهيئة الانتقالية التي تمثل كل السوريين ثم تباشر هذه الشجرة استراتيجيتها بعملها بحل المشكلات أما هذا النمط الذي يريد أن يجرنا إليه الإبراهيمي وأن يجرنا إليه الاتحاد الأوروبي هذا مما لا ينبغي أن ننجر إليه بأي صيغة من الصيغة ما معنى قول الروس أنهم غير متمسكين ببشار الأسد ماذا يعني ذلك؟ هذا القول يفهم على وجهين بعض الناس ينظر إلى هذا القول على أنه تنازل من الروس وأن الروس ربما بدأوا يبيعون بشار يبيعون بشار ويتخلون عن بشار ويعدل موقفهم من القضي السوري ويقرأ بهذه الطريقة ولكنه في الوقت نفسه هذا نوع من أنواع في بعض الحشرات البعوض يقول لك قبل أن تلدق تضع مادة مخدرة في منطقة اللدغة حتى لما أول ما تلدق الإنسان لا يشعر بها تضع مادة مخدرة ثم تغرز إبرتها في مفهوم آخر هذا التصريح مناورة يمكن أن يكون يمكن أن يكون المادة المخدرة هذه التي تسبق الإبرة الروسية عندما يقول الروس هذا عندما يقول الإيرانيون وحسن نصر الله أكثر نحن لا ندافع عن نظام نحن لا ندافع عن نظام ولا عن حد نحن ندافع عن المقاومة والممانعة بعض الناس يقول لك الجماعة يقولوا نحن لا ندافع عن النظام وكثير من مؤيدين نظام من المثقفين العربة ما بتلتقي معهم في حوارات قال لك أنا لا أدافع عن النظام ولكن ولكن ويأتي بعض ولكن واحد البارحة أقسم يمين قال قسما قسما هو على حد قوله نعم أنه لا يدافع بشار عن بشار ولا يحب بشار لكنه حديث كله دفاع عن بشار يعني هذا كما قلت المادة المخدرة فقول للروس أنهم الغير متمسكين ببشار الأسد هو نوع من أنواع المناورة السياسية هم كل الذي فعلوه ويفعلونه منذ خلال ثلاث سنوات كان دفاعا عن شخص اسمه بشار الأسد والتصاقا بشخص اسمه بشار الأسد وتخليا عن دماء مئات الألوف من السوريين وهم حتى الآن حاذبون حدبا تاما في الدفاع عن بشار الأسد أنا أعتبر هذه الكلمة هي كلمة تخديرية لا يجوز أن يحملها على محمل التفاؤل أحد من المعارضة السورية إلا وهي قابلة طبعا إلا إذا اقترنت بمواقف بأفعال يعني نحن الآن جريمة الأحد عشر ألف إنسان قتلوا تحت الجوع والتعذيب والتعطيب وهذه تقول السيانين أن الأمريكان أخذوا الفيلم من شهر نوفمبر وثم من شهر الدعش ثم ماذا سمعنا من الروس الروسي يغمسون رأسهم في الرمال ووزارة الخارجية الأمريكية كذلك تقول أنها على علم بهذه المزارة الروس البارحة كان في مسرحية في مسرحية الآن نحن نعيش في زمن صار الآن دائما كان عندنا في الأحياء القديمة الشعبية وكذا بعض عتات المجرمين كان بضرب نفسه بالسكين وبروح بيشتكي للشرطة بقول له فلان ضربني هذا يعني صحيح معروف يعني في نماذج من المجرمين يفعله فلان ضربني وهو بيشخط نفسه بالموس بالموس الآن حكومات ودول كان الأمريكان فعلوها مرة بيسموها خليج الخنازير ما هيك اللي في ضد كوبا في حرب الآن مثلا بشار الأسد بسوي تفجيرات داخل سوريا بقول الإرهابيين يفجرون بيبعد بيقتل أصدقائه بطرس الراعي والثاني الأب المطران السابق بقول هؤلاء بدون قتلهم الإرهابيون والقصة معروفة يعني مش أنا عبا جيب ميشيل اسمع وزارة الخارجية المصرية السابقة بتفجر كنيسة مشان تقول إنه الإرهابيين في مصر هم الذين يستهدفون الأقباط هذا من أيام حسن المبارك مكشوف وموثق يعني مش أنا عمال بجيب الآن يعني هذا النمط الجديد من تصرف حكومات ودول الآن أصبح نمط سائد ومعنى قولنا نمط سائد إنه المتهم الأول عندما تقع الجريمة من تقع الجريمة عليه أول هذا كان مستبعد لذلك بعض الناس يقول لك معقول ليش ما صلحته هذا السؤال الآن سقط لأنه أصبح هذا الضرب من أنواع الجرائم معقول سائدا أن حكومات ودول ومؤسسات أمنية مثل المجرم الذي يخدش نفسه يضرب نفسه مثل النظام الذي يفجر في أرضه الذي يقتل أصدقائه لكي يتهم بهم الآخرين هذا أصبح نمط سائد الآن يجب أن يصبح نمطا سائدا على مستوى التفكير اليوم مثلا تفجيرات اللي صارت في مصر من وراءها؟ ما إلهم ثلاث أيام بقولوا بدون يصير تفجيرات طيب ما إلهم نحن عم نسمع الأخبار يعني مش إنه بعيدة وجاء كلامهم أبدا نقش مثل الحجر يعني أبدا في مكانه إذن نحن في حال الآن أصبح المخططون والمنفذون لهذا الإرهاب الذين يريدون أن يحكموا وراءه هم فعلته الحقيقيون نحن أمام هذا في سوريا يجب حين نتحدث أخي عن ما يجري في سوريا هذا النمط من التصرف هو الذي يقودنا إلى معرفة المجرمين الحقيقيين الذين يفعلون ما يفعلون على الأرض السورية ما رأيك بما اقترحوا الاتحاد الأوروبي أن التقدم على الصعيد الإنساني أفضل من أي مفاوضات يعني كما هذا يعني الاتحاد الأوروبي وآشتون وكل المجموعة كما قلت تريد أن تدخيلنا في هذه الدوامة في هذه الدوامة دوامة التسول هل هذا الموضوع لأنه شافوا أن المعارضة السورية إجت للطريق وإجت الجينيب وكذا ومتسامحة هل هذا السبب؟ بل هذا استضعاف يعني تحويل الآن القضية التي هي قضية شعب خرج ثائرا يطالب بالحرية ويطالب بالقضايا إلى قضايا مطلبية حقوقية صغيرة وإدخال الناس في دوامة من مال الله أعطيني وبعطيكم وما أعطيك ويدخلوننا في كل هذا على كل إطلاق العشر المعتقلين نقعد عشر أيام وثلاثين يوم مثل أنا آخر مرة كنت بس مع السيد عباس يعني مع احترامي له لما أطلقوا سراح بعض الأخواننا من المعتقلين في السجون الإسرائيلية يعني والناس بتصفقوا ما بسطوا من حقهم يعني أحيانا بعض الناس لهم عشرات السجين يقول لسع في عنا دفعات تانية لماذا دخل هؤلاء الناس إلى السجون؟ دخلوا من أجل الأرض ما دخلوا من شأن الروح نتوسط نطالعهم؟ لماذا يموت هؤلاء السوريون؟ لماذا يعتقل هؤلاء السوريون؟ يموتون ويعتقلون ويجوعون ويشردون من أجل العزة والحرية والكرامة والعدل والمساواة وبناء الدولة البناء الحقيقي إذن لا تعالجوا النتائج الصغيرة لا تشغلون بهذه الترهات تقول لي والله الآن لو كان ابنك بين الذين سيخرجون من السجن هذا الضرب على العواطف الفردية والعواطف الإنسانية نعم لو كان ابني موجود أنا كإنسان وعندي ضعفي البشري وأبن الآخر وأبن الآخر أنا أعذر أبناء آباء وأسر المعتقلين لكن عندما نفكر بالعقل الجمعي الوطني عندما نفكر بالعقل الجمعي الوطني تختلف القضية هناك أكثر الآن من ربع مليون ضحية شهيد سوري ما قتلوا وما خرجوا وما دخلوا السجون وما ماتوا من الجوع من أجل الآن أن يمنى عليهم بشار الأسد أو أن تمنى عليهم آشتون برغيف خبز ولا بعلب الزيت يجب أن تكون القضية واضحة هؤلاء قتلوا وشردوا واعتقلوا وعذبوا من أجل قضية أساسية قضية بناء دولة لكل السوريين يسودها العدل تسودها الحرية تسودها الكرامة اتركوا كل الترهات الجانبية الآن وقفوا أمام هذا المطلب الأساسي لا تقول لي والله المطالب الحقوقية والمعتقلين وأبناء دومة وأبناء حلب والمنطقة الشمالية والشرطة مكان الجيش الآن تطارحين من شعار أنه بحلب الشرطة مكان الجيش نعم طيب إحنا لا نخوفني من الشرطة إحنا خوفين أو المشكلة مع الشبيحة مع الشبيحة ومع غيلان الأجهزة الأمنية يعني القضية معروفة يعني الإنسان السوري إما تكان إذا بشوف عسكري يعني العسكري الحقيقي أما هؤلاء ليسوا جيشا مع جماعة أبو الفضل العباس طيب أنت بدك تطالع جماعة أبو الفضل العباس ومتى وكيف بدك تطالع جماعة حزب الله ومتى وكيف إذن أنت أمام القضية الرئيسية هي استعادة الشعب السوري لعزته ولكرامته بان كيمون حينما قال يجب إخراج جميع الأجانب من سوريا ما هو السبيل إلى ذلك؟ يعني هذا نسمينا الوجوب من غير موجب لا يصح يجب أن عندما يقول يجب يعني يجب أن يكون عنده موجب من الذي سيخرج هؤلاء الأجانب من سوريا والأجانب هؤلاء لهم صيغتان لا أتكلم بإنصاف هناك أجانب جاءوا كأفراد وهناك أجانب جاءوا كدول يعني الفرد أنت ليس لك سلطان على الفرد إلا أن تضيق عليه الطريق أما الدولة حسن نصر الله هو لبنان تمسك حسن نصر الله بتكلمه بلغة يفهمها ما هي اللغة التي يفهمها نصر الله؟ معروفة يعني بكل العالم بيعرفوها اللغة اللي فهمها بشار الأسد واللغة اللي فهمتها إيران يعني معروفة لغة القوة اللغة العقرب والهذا مفهومة القصة فهذه اللغة التي يفهمها التي يفهمها خمينائي اللغة التي يفهمها اللغة التي يفهمها بشار الأسد عندئذ تخرج كل هذه الميليشيات وكل أنا كنت أعجب أني كان هناك برنامج على فضائية عربية تحدث عن الفتاوى أنا كنت أنتظر منهم يساوون رصد إعلامي الحقيقة واحد منهم محمرت حدقه وأوداج رقبته يساوون رصد حقيقي للفتاوى التي صدرت من طهران تستنفر كل الشيعة حول العالم للقتال في سوريا وهم ينادون وزينباه وكأن سيدة زينب ليست أمنا وأختنا وسيدتنا نحن والآخر طيب الآن أخي فتح أنا أختار لي أحيانا هكذا الإنسان يقلب فتح قصة زينب والحسين والثارات من الحسين طيب من الذي قتل سيدنا الحسين؟ أنت اللومويين غير طيب بالعكس الذي قتله واحد من يمكم مش من يمنا لكن من قتل عمر؟ فرس في غيره؟ فلوله المجوسي معروف بإسمه ووصفه ورسمه وقيل كان قبل 24 ساعة مع الهرموزان ورآه أحد الشهود والخنجر بيده هل يصح لي أنا كأنسان عاقل مثقف ابن القرن الـ 21 أصيح وعمراه؟ ويخرج الآن علماء المسلمين وينادوا بالثأر لسيدنا عمر من قتل عمر اللي هو رمز العدل ليس فقط عند المسلمين أنت راجع إلى كتب التاريخ الحضاري عمر شخصية تدخل التاريخ العالمي كرمز للعدل بهذا العالم أهد العزيز أن الإيرانيين لا يذهبون إلى الحج قبل أن يزوروا قبر أبو اليوم المجلسي أعرف وأعرف أن له وينذرون له النذور ويصبغونه بالحناء قبل أن يزوروا إلى بيت الله الحر أصحاب هؤلاء الذين يسمون أنفسهم ليبراليين عرب ولا مش عارف إيش عرب ولا يعني الأولى كانوا أن يتوقفوا طبعا وهم عندما يتحدثوا عن الفتاوى التي تدعو إلى الجهاد في سويا ينسبون أقوالا إلى أصحابها بريئين منها يعني على التهمة لكن ما سوون رصد حقيقي لمجموعة النداءات والفتاوى التي صدرت عن المراجع الشيعة تستدعي الإيرانيين أو الشيعة حول العالم حول العالم للقتال في سوريا وهم عندما يذهبون يذهبون مكفيين ما معنى مكفيين يعني عندما يأتي مثلا يستنفر فرد من أي جهة من جهات الأرض يأتي فيه بجيبه مصروف يمكن لثلاثة أيام بعده بدك تحمله والطعمي وتسلحه وكذا هذا بالنسبة للأفراد العاديين هذا يأتي جندي في كتيبة راتبه ماشي عوامره محددة دوره محدد كما قلته يخاطب من قبل دولة إذن نحن أمام هذا المشهد المطلوب ممن سألتني عنهم الآن أن يقول كيري يقول ينسحبوا أو بانكيمون ينسحبوا من سوريا هم يملكون الأدوات العملية الفعالة التي تجعل كل هذه القوى تنسحب من سوريا بالنسبة الوزارة الخارجية الأمريكية كانت على علم في نوفمبر بهؤلاء الأحد عشرة الذين قتلوا في نوفمبر قتلوا على يد معذبيهم في سوريا وهذه الصور مقززة يعني تقزز اللي ما عنده قلب اللي قلبه ميت ليش سكتت أمريكا من نوفمبر يعني أنت تقولي من نوفمبر أنا أقول لك الولايات المتحدة الأمريكية تعلم ما يجري في السجون السورية في أخص خصوصياتها باللحظة وهي جزء لا يتجزأ من هذه السجون هل هذا ما طرأه من سقطات على لسان كيري والله هؤلاء يعيشون ما يجري في السجون السورية لحظة بلحظة ودقيقة بدقيقة وهم مطلعون على كل شيء ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تصدق أن ما يجري في السجون السورية أو في غير السجون السورية حتى يكون الأمور مفتوحة يعني أنا أذكر قصة لطيفة مع أحد المسؤولين العرب الكبار الرؤساء العرب الكبار أو الملوك العربي الكبار في يومنا الأيام بيقول له أحد المواطنين عنده الوجوه بيقول له سيدي يعني مدير المخابرات عندكم ما بيقدم لكم النسخة الأولى من تقريره شو يعني؟ يعني بيقدم النسخة الأولى لقوى أخرى أهى؟ أقول أنتم بيجيكم النسخة الثانية فبقول له المسؤول العربي الكبير بيضحك بقول له وهو يضحك يقول له ولا الثانية ولا الثانية يعني بيجيني النسخة الثالثة أو الرابعة فإذن هذه هذه الأجهزة مخترقة وهذه السجون مخترقة وكل ما يجري فيها بعلم الأمريكيين تغاضي الأمريكيين عما يجري في سوريا طيب أنت تسألني هذا السؤال أنا سأقرنه بما قاله السيد كيري البارحة في دافوس دافوس طبعا خرجوا من الجنين فرحوا على دافوس تعرفوا تمر دافوس حدث نقطين مهمات النقطة الأولى أشار إشارة إيجابية بالنسبة إلينا قال إن هناك دول عديدة في هذا العالم مستعدة للمشاركة في قوات حفظ السلام في سوريا لحمالة العلويين لا هو هذا لحمالة الأقليين يعني هما في ذهنهم في ذهنهم أنه يمكن يصير لإيتاب وفير مقرات آمنة ولحفظ السلام يمكن يصير يعني إدخال قوات حفظ السلام دولية إلى سوريا المعنى الثاني قال ونحن مستعدون لحماية جميع الأقليات في سوريا الآن أنا كمسلا إنسان سياسي أتفهم أنه يريد أن يرسل رسالة تطمين للأقليات بأنه إذا خرج الأمر من أيديكم إلى أيدي الأكثرية فلن نسمح لهذه الأكثرية أن تعدوا عليكم طبعا نحن كسوريين نقول نحن نسقط مفهوم الأقلية والأكثرية بيننا ونحن أولى بحماية بعضنا هذا المنطق الذي نتحدث به لكن المهم الإنعكاس المباشر لهذه الكلمة عندما تتحدث بهذه طيب أنت الآن اللي بتقول أنك مستعد باللحظة حماية جميع الأقليات لماذا لم تحمي خلال ثلاث سنوات الأكثرية الأكثرية الآن الأكثرية التي تذبح بتقول لي عندهم علم بهذا 11 ألف إنسان يموتون من الجوع وعندهم علم والآن اللي ينكشف أنا قلت رأس جبل الجليد معناتها الآن في عنا 20 ألف و30 ألف آخرين يموتون أو يموتون من الجوع لماذا لم يتدخل لحمايتهم الآن لما بتجي الأخبار بقولوا 130 و140 و150 ألف شهيد لماذا لم يتدخل لحمايتهم أليس هذا هو السؤال التلقائي إذا كنت مستعد وهذا شعور كريم أنا أقول إذا شعر الناس أن أي أقلية أي إنسان في هذا العالم مهدد بنفسه بدمه بكرامته يجب أن يبادر كل الناس للأخذ على يد المجرمين هذا الشعور نبيل لكن أن ينفذ من أجل مجموعة قليلة من الناس ثم يتغاض عنه من أجل الآن سواد عام من الشعب السوري هذا الشعب الذي يذبح بعشرات الألوف كما قلت لك البارحة 96 شهيد ثم لا يفعلوا هذا العالم شيء هذا يضعنا أمام مفارقة يضع الشعب السوري أمام مفارقة يضع الإنسان السوري أمام مفارقة وننظر غدا ماذا يحصل في جينيف وننظر إلى نتائج هذه اللقاءات التي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تنتهي بخير وسلام في صالح الشعب السوري أستودعكم الله وأشكركم على كرم المتابعة كما أشكر ضيفي الأستاذ ويرسالم مدير مركز الشرق العربي في لندن ومع ألف ألف سلامة السلام عليكم اشتركوا في القناة